اشتركوا في القناة 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 ان كانت ما بين الاول والتاني علشان كده النهاردة مباراة النهاردة بست نقاط الف مليون مبروك لفريق الفين وستة للكابتن سامر عبد الرحمن للكابتن خالد بيبو وكل التوفيق ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية اللي هتكون فيه الفترة اللي جاية فيه توقف مع كابتن محمد اوهبا المنتخب مصر الناشئين اللي ايضا بنتمنى للتوفيق في بطولة شمال افريقا وبعدها يرجع تاني استكمال الدوري بكده وصلنا لنهاية الستوديو التحية تعنا بشكر ضيوفي الكبار نجوم الاهل الكبار كابتن مهر همام شرفتنا ونورتنا كابتن مهر شكرا حبيبا شكرا حبيبا ببنا خليك وقالف مبروك للنادي الاهلي طبعا وقطع النشئين طبعا اتطمنت على مستقبل النادي الاهلي اه طبعا يا كابتن احنا مطمننا على مستقبل النادي الاهلي من بدري بصراحة يعني من السنة اللي فاتت الولادة اللي شرفونا والنهاردة بضع قطع النشئين يعني بنتمتع بقى 5 و6 وان شاء الله هم أبطال الدوري السنة اللي فاتت والسنة دي ان شاء الله يكونوا أبطال الدوري ان شاء الله كابتن حشيش شرفتنا ونورتنا ودايما وشك حلو معنا ربنا خليك يا رب واحنا زي ما بأكد كلامك كابتن مهر مطمئنين في وجود كابتن خطيب على رأس المنظومة النادي الاهلي ان دايما النادي الاهلي فيه انتصارات ودي حاجة بتساعدنا لما بنيجي نشوف في الاستوديوهات التحليلية بتاع النشئين البرنامج بتاعك المتميز بنتطمن على اللي جاي بالنسبة النادي الاهلي ان شاء الله وزي ما اطمننا النهاردة على فريق 2006 ونشئين النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي بكرا ان شاء الله نبارك للنادي الاهلي بموراة مهمة للفريق الأول أمام المريخ السوداني بكده وصلنا لنهاية الاستوديو التحليلي استاذ الاشبال بشكر ضيوفي نجوم الاهلي الكبار وبشكر حضراتكم شكرا